نصبت فخا فوقعت فيه هكذا قالت صحيفة ذهيل عن أمريكا ودول غربية أخرى فرضت عقوبات على روسيا ثم تضررت هي منها في حسابات الحلفاء كان من المفترض أن تدمر عقوباتهم لاقتصاد الروسي فقط لكنها في الواقع خلفت ارتدادات خطيرة في نطاق اقتصاداتها بمعطيات الواقع ألحقت العقوبات الأذى باقتصاد روسيا وضيقت الخناق عليه بشكل زاد عن تدهوره أما كان عليه لكن ليس إلى درجة تدميره في المقابل تسببت العقوبات في رفع أسعار السلع والطاقة العالمية وفي الحقيقة أدى ذلك إلى إيرادات أعلى بنسبة لموسكو رغم انخفاض صادرتها من ناحية أخرى فإن ارتفاع الأسعار الدولية يخلق أزمة واسعة بمعنى آخر أنها قد توقظ مشاكل سياسية في الداخل للبلدان التي تقف وراء العقوبات وفي الشهرين الأوليين من الحرب في أوكرانيا ضاعف من فرض العقوبات إيرادات موسكو تقريبا إلى نحو 62 مليار يورو من بيع الوقود الروسي وهو ما أكده تقرير لمركز أبحاث فنلندي جاء في تقارير اقتصادية أخرى أن إجمالي وردات أوروبا للغاز والنفط والفحم من روسيا بلغ نحو 44 مليار يورو في فترة الشهرين هذه لذلك يرى خبراء أن أوروبا ليست مستعدة لفرض حظر على إمدادات الغاز من روسيا وأن وقفه ستكون له تداعية كبيرة على الصناعة والاقتصاد حتى أن منظمة أوبك أقر أمينها العام بأن العالم ليس لديه طاقة فائدة لتعويض هذه الكميات وهي حقيقة لا ينبغي القفز عليها من وجهة نظر خبراء الطاقة ذلك أن روسيا تصدر يوميا أكثر من سبعة ملايين برميل من النفط ومنتجاته وعلى هذا يبدو أن شركات الطاقة في أوروبا بدأت تذعن لشروط روسيا ما اعتبره مراقبون مهشرا هاما على انقسام الجبهة الأوروبية الموحدة ضد موسكو وهو ما يفسره إعلان شركة إنيل إيطالية للطاقة ومجموعة أو أم في النمسا للطاقة باستعدادهما لفتح حسابات بالروبل في غازبرون بانك وهو الاتجاه ذاته الذي تسير نحوه شركة يونيفر الألمانية حتى ولو اختلفت الصيغة بصب مدفوعات الغاز الروسي ببنك روسي باليورو وقد تتبعها شركة أخرى لاحقا موسيقى